في هذا الجزء نستكمل سويا الخطوط التقاربية الأفقية والرأسية ازاي اقدر اجيبها فلو عندي مسألة بالشكل ده Y بتسوي X على الجزر التربيع X تربيع زائد واحد قلنا ان الخطوط التقاربية الرأسية هي أصفر المقام طيب المقام ده ما يسوي الصفر يبقى لا يوجد خطوط تقاربية رأسية الخطوط التقاربية الأفقية اجيبها ازاي ان اجيب limit X على الجزر التربيع X تربيع زائد واحد لما X تروح للمالة نهاية او السالب مالة نهاية لو جيت ابص حلاق الكلام ده لو X بمالة نهاية درجة البسط فوق بواحد درجة المقام بواحد ليه بواحد لان التربيع تحت الجزر وبالتالي الكلام ده يطلع ايه بقى يطلع واحد على واحد لو بيسوي كام بيسوي واحد لكن لو قلت limit X على الجزر التربيع لX تربيع زائد واحد لما الـ X تقول إلى سالب ما لا نهاية هتلاقي الكلام ده بيساوي كم؟ بيساوي سالب 1 سالب 1 يبقى أنا عندي خط تقاربي أفق Y تساوي 1 وعندي خط تقاربي أفق Y بتساوي سالب كم؟ واحد يبقى عندي خطين تقاربيين أفقيين لكن لا يوجد خطوط تقاربية رأسية ناخد مثال بعد كده Y بتساوي 1 زياد X تربيع على 1 ناقص X تربيع مبدئيا كده الخطوط التقاربية الرأسية هي أصفار المقام إيه أصفار المقام؟ إن الـ X تساوي سالب 1 وإن الـ X تساوي 1 يبقى أنا عندي خطان تقاربيين رأسيين طب الأفقية الأفقية أنا أخد لمت 1 زياد X تربيع على 1 ناقص X تربيع لما الـ X تقول إلى مالة نهاية طالما درجة البسط هي نفسها درجة المقام يقوم معامل البسط على معامل المقام اللي هي 1 على سالب 1 بسالب 1 لو عوضت بسالب ما لنهاية يديني برضو نفسي الكلام سالب 1 ومنها يبقى الـ Y تساوي سالب 1 خط تقاربي وفقي يبقى أنا عندي 3 خطوط تقاربية لما جرسمهم بالشكل كده ده محور X وده محور Y ده محور X طبعا عندي كم خط خطين عند الـ 1 والسالب 1 أنا هنا هنقطها عند الـ X تساوي 1 وعند الـ X تساوي كامل سالب 1 الخط أنا ليه بنقاطها يا شباب عشان لما جرسم منحنة دلة ما يقطعش هذا الخط التقاربي طيب عند الـ Y تساوي سالب 1 يعني تحت هنا كده نقاطه بالشكل ده كده ده سالب 1 يبقى الرسم بتاعتي يترسم ممكن يترسم هنا ممكن يترسم هنا يترسم هنا يترسم تحت لكن ما يعدش الخطوط التقاربية اللي بنتكلم عنها ده مثال أخير بقول لي Y تساوي 2X تربيع على X نقص 1 الخطوط الأفقية الرأسية هي أصفر المقام إيه لي خلي المقام بصوصف X تساوي كام X تساوي 1 طب الأفقية المفهودة جيب limit 2X تربيع على X نقص 1 لما X تقول إلى مالة نهاية لو جيت عاوض هيبقى الكلام ده بمالة نهاية ناش كده لو جيت عاوض بسالب مالة نهاية ديني سالب مالة نهاية وبالتالي لا يوجد خطوط تقاربية وفقية يبقى أنا عندي خط تقارب رأسي واحد يبقى لو جيت أرسم الدلة ده محور X وده محور Y حاجة عند الواحد كده وأرسم خط تقارب رأسي متقطع معناها أن الدلة تترسم في الجزء اللي على يصار الواحد أو على يمين الواحد بدون ما تقطع X تساوي 1 اشتركوا في القناة